طبعا مستمرين معاكناSave مشروع الهدف طبعا مباراة مهمة زي ما بنتكلم لفريق اللي نادي الآلي كأولى لمباريات استعدادات ان شاء الله أن يكون مهمة ليه الموسم الجديد وايضا مباراة التراجي طبعا اللي بنتكلم عليها بشكل كبير نادي الآلي عنده قبل مباراة التراجي زي ما احنا عارفين مباراة طلقج الجيش اول مباراة في الموسم الجديد لكن النهاردة مباراة أكيد فيها استفادات كبيرة النهاردة يمكن ظهر بشكل رائع جدا أحمد ياسر ريان أحد النجوم السعيدة إن شاء الله ليه مستقبل كبير جدا النهاردة نزل الشوت الثاني كان ليه تأثير وأشاد بيه بشكل كبير جدا الكابتن حسام البدري المدير الفني وأيضا الكابتن أحمد أيوب كمان يمكن بعض اللعيبة اللي خرجت من المباراة سواء في الشوت الأول أو الثاني كان بيقوموا أيضا ببعض التدريبات مع الكابتن محمد أبو العلو وكابتن أنيس ألشعلالي مباراة فيها استفادات كتيرا النهاردة لكل كان بيشارك أولى المباراة النهاردة زي ما بنقول مباراة دي النادي الأهلي بيحاول طبعا يكسف الاستعدادات الخاصة له سواء بطولة الدوري أو مباراة الترجي اللي هامة جدا وكل جمهور النادي الأهلي وكل مجلس إصدارة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي في انتظار لها ديه المباراة وأكيد كلنا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الأهلي والترجي أكلمك كمان عن بعض المعلومات يمكن غدا إن شاء الله على ملعب التتش هيستأنف النادي الأهلي تدريباته وبعد طبعا فترة هنا في معسكر بمشروع الهدف بستة أكتوبر النادي الأهلي كان بيتدرب بشكل يومي على فترتين زي ما احنا عارفين لكن غدا إن شاء الله أول المران أو أول التدريبات على ملعب التتش من جديد في الساعة الخمسة مساء وأكيد طبعا كابتن حسام البدري من بعد العيد إن شاء الله يكون أو يوم الجمعة نقدر نقول إن كابتن حسام هيدي راحة كأول يوم في أعياد طبعا عيد الأطحى وأكيد يوم السابت يكون تدريب الأول لنادي الأهلي أكيد هنا يمكن طبعا المباراة كابتن حسام البدري الجهاز الفني راضي بشكل كبير جدا على الأداة زي ما بنقول طبعا إن كل اللاعبين النهاردة اشتركوا وشاركوا كابتن حاولي طبعا كابتن حسام حاولي تطمم بشكل كبير على كل اللاعبين وده المطلوب طبعا زي ما انت عارف كابتن فاروق من المباريات الودية كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله مباراة مهمة اكيد مباراة طلع الجيش اول مباراة في بطولة الدوري العام للموسم الجديد وكلنا اكيد بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكده امكان خلاص انتهت امكان العيبة طبعا بتغادر او غادرت خلاص ارض المعب بيكون انتهى النهاردة المباراة مباراة الاهلي والنصري بفوز النادي الاهلي اتنين سفر كل التوفيق من جديد لنادي الاهلي في مبارياته سواء في بطولة الدوري او في بطولة دوري ابطال افريقيا ام طبعا مبروك لنادي الاهلي مباراة والدية النهاردة كابتن حسين ببادري بيجرب بشكل ما اللعبين بيجرب الخطط بيجرب الجملة التكتكية اللي ممكن يعتمد عليها في الموسم الخاضم ان شاء الله وخصوصا زي ما قال كريم كده عندنا مباراة زي طلع الجيش عندنا مباراة الترجي دي كلها مباراة احنا داخلين لها في وقت قصير وفترة اعداد زي مرؤون المصغرة شكرا كريم احمد طبعا مرسلنا من ملعب الهدف كابتا وليد برحب بيك